غلف كاك محمد محله وسط قضاء درباندخان في محافظة سليمانية بخمسة ألاف صورة لرواده وزبائنه ففيه محطات متعددة لشخصيات غادرت الحياة وأخرى تأتي لمشاهدة ذكريات الصبا الزميل عباس محمد زار المحل وعد هذا التقرير هذا ليس معرضا لصور ولا متحف لتوثيق مراحل زمنية مر بها قرابة خمسة ألاف شخص بل هو محل تحمل جدرانه الكثير من صور التقطت في أزمنة مختلفة وتحمل كل منها ذكرى عابرة سواء الحزينة كانت أم مفرحة دكان كاك محمد محمود والذي يبلغ من العمر 53 عاما يقع في قضاء درباندخان في قيم كردسال العراق وبالتحديد في الشارع الرئيسي فهو محطة لعدد من الذكريات واللحوات المؤلمة والمفرحة أيضا منذ 23 عاما أول مرة أرحب بكم أهلا وسهلا جئت لدرباندخان جئت لدرباندخان جئت لدرباندخان أنا اسمي محمد محمود يادقار مواليد ألف و تسعمية و سبعين منذ 22 عمري و كان الدكان مع الأبويه و كان محقة لحد 95 و حد و تسعين رحنا لإيران رجعنا و خلصنا محقة سواء حلويات لحد الآن مستمر طيبين ناس الله يرحمهم ما باقي بالحياة شفنا احنا جمنا هاي الصور لدكاننا ولا لا حكومة اي شي دعنا ولا اي ناس احنا على حسابنا اخوية دلشاد واني على حسابنا يكلفوا وايهم علينا بس احنا نحبها ناس يحبها احنا حاضر عليهم تاباقي بالحياتنا مستمرين على هاي الصور ويشير كاكا محمد الى ان مشاهد الصور واستذكار لحظاتها اكثر ما تمتعه في هذه الدنيا لا سيما وهو يستذكر اناس وشخصيات رحلوا عن هذه الدنيا واصبحوا في دار الاخرة واكثر المشاهد الخالدة في ذاكرته لوالدة محمد يادكار الذي توفي عام 2017 والذي تأتي امه في كل اسبوع ولها امل بعودة ابنها رغم علمها بان بحرائجة ابتلعه اثناء بحثه عن وطن امن حوالي خمسة الاف صور بيا بالدكان احداثوا ذكريات حلوة وذكريات بياه هواي اولا ذكريات احد اهالي درماندي خان الشباب رح تسافر الى خارج لتركيا للوينان غرق بالاحداث البحيرة لحد الان ما عنده لا جنسة جاي ولا خبر ولا ما عنده اي خبر الى هواي شباب من اهل درماندي خان ذكريات ايجا امه شاف صوره بالدكانه حوالي شهر شهر مرتين ثلاث مرة ييجي يشوف الصور ما لده عبالي ولده اهنا موجوده واي حبه يضحاقي ذكريات عنده عاي مارس ما داده عاتيه كل اسبوع مرة مرتين شهر مرتين ثلاث مرة يمر علينا يقولوا شوف هاي الصور بالدكانكم ولدي باقي بالحياة هذه الذكريات حلوة اقوى من ذكرياتها ممكنش احداث هواية بيها ويوضح كاكا محمد ان هذه الفكرة ولدت من حبه وشغفه بتسجيد وتوثيق الذكريات والاحداث التي يعيشها بشكل يومي فهذه الموهبة تلاحقه منذ ان كان طالبا بالمرحلة الثانوية وتنمو فيه اكثر كل يوم حتى الان رغم تجاوزه العقد الخمسين من عمره عباس محمد قناة صلاح الدين الفضائية اشتركوا في القناة